لمن ارتضوا ذل المهانة والخضوع لمن استكانوا في سرادي بالخيانة والخضوع تبا لكم لا صرخة المظلوم توقذكم ولا حتى الدموع إحياء ذكرى النكبي أنه كل العالم أجمع أنه إحنا لن ننسى أرضنا في مناطق التي تم احتلالها في الثمانة وأربعين ولا حتى في السبعة وستين وإحنا من الأربعة وسبعين عامل النكبي لحديته اليوم من نكبي إلى نكبي متجذرون في هذا الأرب نعم الكبار سنة الحياة يموتون ولكن الصغار لا ينسون ونحن من خلال وزارة الثقافي نسعى دائما إلى إحياء هذه المناسبات لكي تبقى ذاكرة في الجميع ونتحدث عن الرواية الفلسطينية من خلال هذه اللقاءات والأدبية من خلال شعران أو دبائنا لتكون تاريخ لتكون نبراسل لهم في المستقبل لجنة إحياء اللاجئين في محافظة توركين كان في برنامج مكثف لنكل صورة كاملة وكان فيه تنظيم من حدارة الثقافي في تورك كريم مشكورين مع الإقليم وكل الكطاعات بحيث أنه نصلت الضوء على الانتماء الوطني العام الذي أصبح بالسابق كان مفقود هذا هو التاريخ المتجدد لهذا الأجهال يحمله الرواية والرواية الحقيقية التاريخية بحيث أنه حتى من ناحية شعرية ولكن هي سردية قصصية يعني تجسد النكبة الأربعة وسبعين بحيث أنه كل هذه الفترة الزمنية تمر عليها كل حقباتنا التاريخية وقرانا اللي يعني هجروا منها كل محافظة توركين والوطن من هون إحنا قضيتنا لسه قضية يعني اقتصادية ولا اجتماعية ولكن سياسية بامتياز لتكرير مصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة الكدس من هون إحنا هذا أهم شيء إنه إحنا في طراتنا وبثقافتنا وبانتماءنا يعني حتى الشعرية إنه يكون فيه رواية حقيقية تاريخية تجسد لكل الأجيال لكل الإعلام اللي احنا دائما نشوفه الإعلام المحلي يعني تلفزيون الفجر اللي بنكل كل نشاطاتنا عمستوى المحافظة وهو رائد يعني بنكل عمستوى العالم إحنا كثير يعني ساعدين جدا إنه هذه الصورة أصبحت تنكل بث مباشر وحي وخبر عاجل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر